السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحيي كبيرل ألكون سقط بالكامل عليها التحريات في وفاة الفتاة ضحية انهيار عقار سكشفت التحريات أن السبب وراء وفاة الفتاة ضحية حادث عقار الساحل المنهار التي لقيت مصراها هو أنه أثناء مرورها من أمام العقار المنهار سقط بالكامل عليها قررت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إخلاء 3 عقارات مجاورة لموقع انهيار عقار بمنطقة الساحل من السكان تحسبا لأي طوارق قد تحت انتشرت قوات الانقاذ البر جستي سيدة ورجو من أسفل العقار المنهار في منطقة الساحل واستخرج رجال الحماية المدنية أربع مصابين منهيار عقار الساحل حتى الآن ومزاد الجهود المكسفة للبحث عن مفقودين تحت الأنقاذ يعمل رجال الحماية المدنية على استخرج سبع أشخاص من أسفل أنقاذ عقار الساحل المنهار بعد أن أكدت مصادر أن إصابة المصابين بحادث انهيار عقار الساحل الذي تم نقلها للمستشفى بكسور وإصابات متفرقة بالجسم وأضافت المصادر أن الحالة الصحية لضحية انهيار منزل بمنطقة الساحل شمال العاصمة مضطمئنة بعد أن قامت قوة الدفاع المدني بمساعدة الأهالي بانتشال فتاة تبلغ العمر 20 سنة مصابة بكسور متفرقة بالجسم والتي تم نقلها لمستشفى الساحل أصدرت جهات التحقيق قرارا بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لموقع منزل منهار بمنطقة الساحل تحسبا للسخوط أي منها وكتاب التقليل كامل عنهم أصيب شخصان في انهيار عقار مكوى من خمس طوابق بمنطقة الساحل في القاهرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج تلقت قرفة عملية النجل بالقاهرة بلاغا يفيد بانهيار عقار مكوى من خمس طوابق بمنطقة الساحل بشبرى وعلى الفور انتقلت قوات من رجال الأمن إلى محل البلاغ رفقة قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ كما دفعت هيئة الإسعاف بسياراته للتعامل في حال وجود أي إصابة تم فرض كوردون أمني بمحيط المنزل منهار ونجحت قوات الحماية المدنية في استخراج شخصين مصابعين بجروح وكذمات خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة وتم تحرير محضر بالواقع وتولت النياب العامة لمباشرة التحقيق قام رجال الأنقاذ بعملية بحس عن أي ناجين بحادث منزل منهار بمنطقة الساحل بعد الاستعانة بمعدات سقيلة لرفع ركام الحادث واستخراج أي أشخاص ونقلهم إلى المستشفى تبين من المعاينة بعد الانتقال والفحص انهيار منزل من خمس طوابق في الساحل وقامت قوات الانقاذ البري باستخراج المصابين وتبين إصابة شخصين في الحادث بكذمات متفرقة وتم نقلهم إلى المستشفى للتلقي العلاج اللازم فيما يتم البحث عن أي ناجين وتتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض الأمل على جهة التحقيق